السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبنات طلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي جميع الشعب أمل مصر ونهضتها فالحلقة الثانية في الرياضيات مع الباب الأول اللي هو الهندسة المستوية والدرس الثاني الصور المختلفة لمعادلة القط المستقيم الهندسة التحليلية إحنا سبق ودرسنا منها جزء في المرحلة الإعدادية وهنكمل مع بعض عايز أفكركم يعني إيه معادلة مستقيم يعني إيه ميل إزاي تجيب ميل المستقيم وهعرفك النهاردة إزاي تجيب الميل بأكتر من طريقة لما يكون الصورة العامة لمعادلة مستقيم إزاي أجيب الميل لو كان عندي نقطتين إزاي أجيب الميل لو عندي مستقيم مرسوم يصنع زاوية مع محور الصينات هقدر إن أنا أقول لك إمتى يكون الميل معرف وإمتى يكون غير معرف إزاي تجيب معادلة مستقيم بمعلومية نقطة وميل إزاي تجيب معادلة مستقيم يمر بنقطتين إزاي تجيب معادلة مستقيم مقطوع منه الجزئين في محوري الإحداثيات السينات والصدات النهاردة هنبدأ مع بعض نجيب الصور الخاصة والعامة لمعادلة الخط المستقيم بس تسمحوا لي الأول أقول لك يعني إيه الميل وإزاي نجيب صوره تعالوا نشوف مع بعض الرسمة الجميلة دي اللي أنا عاملها كاتب لك فيها مجمع لك فيها الجزء بتاع الدرس اللي هو الصور العامة للخط المستقيم تعالوا نشوف معاي الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم ألف سين زائد باء صاب زائد جيم يسوي صفر شوف أنا عامل لك كذا حاجة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كل ده هنشوفه دلوقت أنا محتاج نقطة وميل النقطة سين واحد وصد واحد الميل اللي هو رمز وميم المعادلة بتاعتي فرق الصدات على فرق السينات ده الميل يبقى صاد نقص صد واحد على سين نقص صد واحد يسوي ميم لو انت خلت المقام هنا واحد وضربت طرفين في وسطين يبقى صاد نقص صد واحد يسوي ميم افتح قوس سين في سين واحد ده القانون الاولاني موجود عندي على الشاشة هون عشان برضو يبقى واضح بالنسبة لك معادلة مستقيم بمعلومية الميل ونقطة عليه بص معي على الشاشة المستقيم المر بالنقطة سين واحد وصد واحد وميل وميم تكون معادلته صاد نقص صد واحد على سين نقص صد واحد يسوي ميم او بعبارة اخرى وانا بفضل العبارة التانية دي الشكل التاني دي ان صاد نقص صد واحد يسوي ميم في سين نقص صد واحد طيب انت كده عرفت النوع الاولاني اه اللي هو ايه نقطة وميل طيب النوع التاني المستقيم يقطع جزء من محوري السينات والصدات تعال نشوف معي على الورقة هنا سين على ألف زا اتصاد على باء يسوي واحد تعال خلي بالك سين على ألف زا اتصاد على باء يسوي واحد خلي بالك من دول بقى تعال بقى نشوف الميل يا اما ادهلك مباشر في المسألة اقول لك وميلو يسوي سالب ثلاثة ميلو نص ميلو خمس ميلو سالب اربعة ميلو ثلاثة زي ما طلعه لك او اديك نقطتين يبقى انت هتجيب بين النقطتين اللي هو فرق الصدات على فرق السينات اطرح الصدات اطرح السينات اجمعهم على بعض طيب لو جالي على الصورة العامة دي ألف سين زا اتباء صد زا اجيم يسوي صفر الميل يسوي كام سالب معامل سين على معامل صد على معامل ايه صد اوضح لك الصد كمان ايه عشان تبقى واضحة طب لو كان على صورة صد لوحديها يسوي ميم سين زا اجيم الميل هو معامل السين يعني ايه معامل السين يا استاذ العدد اللي جنب سين يبقى الميم طب لو انا عندي مستقيم يصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات يبقى الميل يسوي ظل الايه الزاوية ظا ها طب بقولك بقى برضو لو المستقيم يوازي محور السينات يبقى الميل بصفر يعني تاخد البسط بصفر خلي بالك هنتشوف الكلام ده في المسائل المستقيم يوازي محور الصدات يبقى الميل غير معرف يعني المقام هو اللي بصفر طب لما قل لك المستقيمان متوازيان يعني ميل الاولان يسوي ميل التاني طب لما قل لك المستقيمان متعامدان اقول لك ان حاصل ضربهم بيسوي سالب واحد او تقول بطريقة تانية احدهما يساوي مقلوب معكوس الاخر يعني يا استاذ اعكس الاشارة واقلب العدد جميل خالص تعالوا بقى نشوف مسألة سهلة وجميلة جدا بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة اتنين وثلاثة وميله اربعة على خمسة تعالوا نكتب السؤال موجود عندي على الشاشة بيقول لي معادلة المستقيم يمر بالنقطة اتنين وثلاثة والميل باربعة وخمسة تعالوا بقى اعمل لي بقى ايه المسودة اللي انا بطلبها منك كل مرة دي سين واحد باثنين صاد واحد بثلاثة ميم باربعة على خمسة واكتب معادلة المستقيم بمعلومية نقطة وميل ادي النقطة ودي الميل شوف تعالوا بقى صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم افتح قوس سين ناقص سين واحد انتبه معي هعلمك طريقة هي تكنيك معين بنستخدمه في الحل انت لو جربته ومشيت عليه مش هتغلط اللي هو ايه بقى نزل الاشارات ويساوي تحت يساوي وكله والاقواص الاول اقول تاني نزل الاشارات اقواص يساوي تحت يساوي صعبة دي الصاد والسين ما بيتغيروش نزلهم اعتقد كده انت امورك كلها ماشية زي الفل قلتلك اه ادي القانون والقانون هو ده يعني شغلنا كله عليه صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد طيب الخطوة اللي بعديها تحتيها خلي بالك حط يساوي تحت يساوي عشان تزبط الاداء وحط الاشارات والاقواص تعالى بقى نعوض نشيل صاد واحد انت جيبها بكام بتلات شيل سين واحد اتنين شيل ميم اربعة على خمس وهنا لنا وقفة عندك طريقتين عشان تفك القص ده هقولك عالسهل الطريقة الاولى انك تضرب اربعة على خمسة في القص كله بس انت هتمجع دماغك وتجيب قصور ليه تب ما تيجي نشوف الطريقة السهلة ايه الطريقة السهلة يا استاذ طرفين في وسطين ليه طريقة المقص اضرب الخمسة في الكلام ده كله ده كأنها مقامها واحد اضرب الخمسة في ده والا اربعة في السين ايه نقص اتنين يبقى قوله خمسة في صاد نقص ثلاثة يساوي اربعة في سين نقص اتنين ملاحظ حاجة ان يساوي تحت يساوي اه لما تيجي تفك اضرب الخمسة في القص كلها اوعى تنسى يبقى خمسة صاد في طلبة بتغلط ويقولك نقص ثلاثة لأ لأ بقولك اه اضرب خمسة في ثلاثة في خمستاش اربعة في سين باربعة سين نقص ثمانين يساوي تحت يساوي الله انت هتعمل يا استاذ عندك طريقتين يتخليها معادلة صفرية يتخلي السين والصاد في طرف والاعداد في طرف انا بقولك خليها معادلة صفرية يعني هتنقل اللي هنا الحارة التانية وتغير اشارته يبقى خمسة صاد نقص خمستاش نقص اربعة سين زائد تمانية يساوي صفر طب انت بتجمع المتشابه الاعداد مع بعض يبقى هنا اقوله كده هو يبقى خمسة صاد نقص اربعة سين سالب خمستاش ومجاب تمانية سالب سبعة يساوي صفر وكده جبت ايه الحل ايه الجمال ده اقول تاني اقول تاني انا هتديلك نقطة وميل فيهم كم متغير تلاتة سين واحد وصاد واحد من النقطة والميم اللي هو الميل ولازم يكون القانون قدامك وعارفه صاد نقص صاد واحد يساوي ميم افتح قوس سين نقص سين واحد ولما تيجي تعوض تعمل ايه تحط يساوي تحت يساوي تنزل الاشارات والاقواص الاول هتنزل الصد والسين عشان ما بيتغيروش ويبقى عندك ثلاث متغيرات سين واحد وصد واحد وميم اعوض مكانه وفك الاقواص طيب تعالي نشوف مسألة تاني بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المر بنقطة الاصل وميله 3 ايه ده ده انت عاطيني نقطة الاصل صفر وصفر والميل بتلاتة ده مسألة سهلة جدا ليه اول حاجة انا حافظ القانون صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد الاستاذ قال لنا ايه قال لنا اسهل حاجة عشان ما نغلطش نحط الاشارات والاقواص الاول ونحط الصاد والسين اعتقد كده ما عندكش اي مشكلة خالص طب تعالي نعود بقى دي اوستاذ سين واحد ودي صاد واحد سين واحد بصفر صاد واحد بصفر الميم بتلاتة صاد يساوي تلاتة في سين بتلاتة سين تدف صفر بصفر المسألة خلصت ايه ده يعني ممكن تجي لي مسألة سهلة كده اقول له اسهل كمان طيب جميل خالص تعالي ناخد مسألة تاني دي مسألة الكتاب صفحة تمنتاشر رقم اتنين بيقول لي ايه اه رقم واحد تمرين الكتاب اتنين صفحة تمنتاشر رقم واحد اوجد معادلة الخط المستقيم المر بالنقطة تلاتة واثنين تلاتة واثنين واميله بسلب خمسة انت عارف النقطة دي بتسميها سين واحد وصاد واحد يعني ممكن تعملها هنا سين واحد صاد واحد ادي الميم تلاتة اتنين سلب خمسة طيب انت حفظ القانون طيب يلا اقول لي كده صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد طيب انت بتعوض ازاي ها فكرني قالك بنحط يساوي تحت يساوي ونزل الاشارات والاقواص والصاد والسين ايه الكلام الحلو ده ده انت بقيت مسألة سهلة جدا اشيل صاد واحد طيب صاد واحد بك باتنين سين واحد بتلاتة الميل بسالب خمس في عندك هنا كسر لا فوق القوص بس يبقى يساوي تحت يساوي دي تنزل زي ما هي اضرب سالب خمسة في القوص كله او عطغلط زي طالب اللي بينزل دي زي ما هي لا انت طالب شاطر سالب خمسة في سين بسالب خمسة سين سالب في سالب بموجب خمسة في تلاتة بخمستاشر خلي بالك سالب في سالب بموجب الحاجات دي عارفينها من اعدادي بس بنقولك عليها تاني طب بتحط يساوي تحت يساوي برضو اه هتنقل دول الحارة التانية واتغير الاشارة بتاعتها تغير ايه الاشارة ليه بنطبق قعدة شهيرة لما نروح من حارة لحارة بنغير الاشارة نزل دي زي ما هي سالب خمسة سين تروح موجب خمسة سين موجب خمستاشر تبقى سالب خمستاشر يساوي صفر تعال بقى بنجمع اللي هو ايه ها الاعداد مع بعض يبقى صاد زي خمسة سين سالب اتنين وسالب خمستاشر سالب سبعتاشر يساوي صفر في صعوبة في التمرين ده كده يعني اعتقد ان هو زي ايه الحلاوة في السكين زي ما بيقوله طيب السكين في الحلاوة ها ده مثلا طب عندي هنا سؤال تاني بيقول لي ايه اوجد معادلة الخط المستقيم المار بنقطة ويوازي محور السينات يوازي ايه محور السينات انت قلتنا خلي بالك لما يوازي محور السينات الميل ماله ها الميل بصفر الميل بينعدم يعني انا ممكن اجيبها لك هنا عندي يقول لي ايه الميل ينعدم تعال بص على الشاشة كده عندي عشان دي مهمة جدا الملاحظات دي اذا كان الخط المستقيم افقيا يعني ايه افقيا يا استاذ يعني يوازي محور السينات يكون الميل منعدم يعني ايه منعدم يعني سو صفر يبقى مين بيسو صفر طب اذا كان الخط المستقيم رأسي يعني ايه رأسي يا استاذ يعني موازي المحور السينات يبقى الميل هنا غير معرف يعني ما لا نهاية طيب شرط التوازي بقولها بطريقتين ان ميم الاول يساوي ميم التاني طب التعامد ان حاصل ضربهم يساوي سلب واحد يعني بقولك لو انا عطيلك ميل مستقيم الاولاني ميم وبقولك الموازي ليه هيطلع ايه هيطلع ميم برضو طب العمودي عليه سلب واحد على ميم طب بتجيبها ازاي هقولك بطريقة جميلة جدا انا عطيلك ميل المستقيم اتنين على خمسة وبقولك هات اللي يوازيه تقول لي برضو هو اتنين على خمسة طب هات العمودي عليه اعمل ايه في اتنين على خمسة اقلبه وغير الاشارة يبقى خمسة على اتنين وغير الاشارة من مجبل سلب يبقى سلب خمسة على ايه على اتنين تعال جيبها لك بطريقة حلوة اوه لو انا عطيلك هنا اتنين على خمسة في حالة التوازي وده رمز العمودي يبقى الميل اوه اتنين على خمسة ده الميل في حالة التوازي نفسه طب في حالة العمودي بقولك اقلبه يبقى خمسة على اثنين بقولك غير الاشارة طب لو سالب ثلاثة على اربعة في حالة التوازي نفسه في حالة العمودي اقلبه يبقى اربعة على ثلاثة وغير الاشارة سالب تبقى موجب طب لو اثنين التوازي نفسه العمودي اقلبه تكي انه اتنين على واحد يبقى واحد على اتنين وغير الاشارة يبقى سالب نص وهكذا يبقى انا بقولك دلوقتي لما تدي لك الميل تعمل ايه تقدر تجيب العمودي والموازي ليه تعال نشوف احنا خدنا هنا يوازي محور السينات تعال نشوف السؤال بتاعنا اوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة سالب واحد واثنين ويوازي محور السينات استاذ تعال نشوف انت عايز ابنة الضبط مننا اقولك يا عمي انا مش عايزة غير حكتين ميل ونقطة طب انا جايب لك النقطة مباشرة جميل يبقى انا محتاج الميل بس انا مش جايب مباشر يبقى لازم ارجع لفتر القديمة واشوف انت تقصد ايه بيوازي محور السينات اقولك ان الميليون عدم يبقى انا عندي هنا النقطة سالب واحد واثنين والميل يوازي محور السينات اللي هو ميل بيسوي كام صفر اه يبقى كلمة يوازي محور السينات يعني ميل بصفر طب انت فاكر القانون اه طبعا صاد ناقص صاد واحد يساوي مين في سين ناقص سين واحد طب انت بتعوض ازاي افكرك تاني وتالت حط اللي يساوي الاشارات الاقواس ونزل الصاد والسين اعتقد العملية كده سهلة مع تكرارك للحل يعني مفيش مسألة هتعدي منك طب صاد واحد بكام اهي اتنين سين واحد بكام بسلب واحد ممكن تكتب سلب واحد وممكن تغير تخليها موجب ماشي طب المين بكام بصفر يا استاذ انا لا هغير ولا هعمل ليه لان اكتبالك بس فوق الاول عشان ما تنساش لان صفر باي حاجة بصفر خلصت قضي الامر يبقى صاد ناقص اتنين يساوي صفر صاد ناقص اتنين بيساوي كام صفر يبقى انا عندي هنا عطاني معلومة اللي هو يوازي محور السينات وعطاني ايه طب تعالى نشوف المسألة بتانية اوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة تلاتة وخمسة ويوازي محور الصادات يوازي ايه محور الصادات طب انت عايز تعمل ايه قالك الميل غير معرف يعني ما لنهاية تعالى بقى اكتب لك القانون بالطريقة الاونية صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صين واحد تب ليه عملت كده يا استاذ هقولك دلوقت تنزل الصاد والسين عوض مكان الاعداد هنا الصاد بخمسة والسين بتلاتة غير معرف معناها يا استاذ ما توريني كده اتوضح ليه اقولك يعني المقام بصفر المقام بايه بصفر وانت لو رجعت للشاشة وهوريلك انا قلتلك ايه هنا دلوقتي ماشي لما كنا بنعمل ملاحظاتنا هنا شايف كده بنقولك ايه اذا كان الخط المستقيم موازي لمحور الصادات يبقى الميل غير معرف الميل غير ايه معرف طيب يعني ايه غير معرف يا استاذ يعني هيساوي صفر تعالي نرجع لمسألتنا يوازي محور الصادات يعني معناها ايه معناها ان المقام هو اللي يساوي صفر اكتبه لك كده بخط عربي المقام هو اللي يساوي صفر يعني سين ناقص ثلاثة ساوي صفر يبقى السين بيساوي كام بيساوي ثلاثة لاحظ حاجة كده في المسألة اللي فاتت كان يوازي محور الصينات اهي يوازي محور الصينات المسألة طلعت صاد صاد ناقص اتنين بيساوي صفر وممكن اخليها صاد تيساوي اتنين جميل هنا يوازي محور الصادات سين ناقص ثادة بصفر خلتها سين تيساوي ثلاثة يبقى اذا كان المستقيم يوازي محور الصادات معادلته سين واذا كان يوازي محور الصينات معادلته صاد خلي بالك في النقطة دي ماشي جميل خالص تعالوا نشوف مسألة تانية واحنا ايه شغالين كده لما يقول لي ايه يقطع اه جزء اه اول حاجة اوجد معادل خط المستقيم ميله ثلاثة ويقطع جزء طوله خمس وحدات من الاتجاه السالب لمحور الصينات يعني هنا لازم اجيب النقطة هو مش عاطينه نقطة مباشرة عاطيني الميل بتلاثة وبيقول لي يقطع جزء طوله خمسة من الاتجاه الموجب لا السالب لمحور الصينات يعني سالب خمسة او الساس وصفر ايه ده يعني هي دي النقطة اه لانه بيقطع محور ايه الصينات يبقى الصاد بصفر طب لو قلتلك يقطع محور الصادات الصين بصفر ركز معايا في الجزئية دي لما قللك المستقيم يقطع محور الصينات ضع الصاد بصفر ولما قللك يقطع محور الصادات ضع الصين بصفر هو هنا قال لي يقطع جزء طوله خمسة والخمسة دول بالسالب في الاتجاه الموجب في الاتجاه السالب لمحور الصينات يبقى سالب خمسة لمحور الصينات يبقى هنا الصاد بصفر يبقى هنا الصاد بايه بصفر هي دي الفكرة اه هي دي الفكرة طب اقدر حل الموضوع سهلي جدا ازاي قالك انك انت عندك القانون الجميل بتاعك صاد نقص صاد واحد يساوي مين في صين نقص صين واحد طب انت بتعمل ايه انا عرفتك طريقة ما تغلق اعتمدها حط يساوي تحت يساوي والنا إشارات والأقواس وحطيلي مين حطيلي الصاد والصين عشان ما بيتغيروش يعني ما فيش غير عندك تلت اعداد اهم واحد اتنين تلاتة طب النقطة دي عشان ما تنساش صين واحد صاد واحد بس ودي المين يا راجل ده انت الموضوع عندك بقى سهل جدا شيل صاد واحد وحط كم صفر شيل صين واحد وحط سالب خمس بس سالب وراه سالب سلموب وشيل مين وحط تلاتة يبقى صاد تلاتة سين دي بقت كام موجب موجب خمسة انا نزلها خمسة ولا اضربها في التلاتة لا احنا خلاص عرفنا تضرب في التلاتة يبقى زائد خمستاشر تب خليها لي كله صفرية يعني ودي نحط تانية يبقى صاد ناقص تلاتة سين ناقص خمستاشر يساوي صفر والمسألة خلست ايه الجمال ده تعال اشوف تاني انت بتقول لنا ايه بقولك انا اعطيك الميل لكن مش اعطيك النقطة مباشرة فبقولك شغل في ده ايه ده فترك القديمة ودور هو بيقول لي يقطع جزء طوله خمسة بس الخمسة دي يمين ولا يسار موجب ولا سالب قال لي لا يسار في الاتجاه السالب لمحور السينات يبقى سالب خمسة طب لما قل لي يقطع محور السينات على طول الساد بصفر يبقى انا كتبت النقطة الساد بصفر والسين بسالب خمسة يبقى انا كده ايه عندي نقطة وميل والقانون الملاكي بتاعي بقى خلاص انا شغال عليه الحلقة كلها صاد ناقص صاد واحد يساوي مين في سين ناقص صين واحد جميل جدا تعالوا نشوف القانون التاني اللي هو ايه بقى على الشاشة عندي هنا معادلة مستقيم بمعلومية نقطتين عليه النقطتين اللي هم سين واحد وصاد واحد وسين اتنين وصاد اتنين تعالوا فكرك بالميل مش الميل فرق الصادات على فرق السينات طيب ما هو معادلة المستقيم هو الجزء الاولاني صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد يساوي الميل تعالوا بقى نكتبه يبقى معادلة المستقيم المار بالنقطتين خلي بالك بص الجزء اليمين اللي انت عارفه اللي انت عارفه منين من القانون الاولاني اهو الجزء ده الجزء اليمين صاد ناقص صاد واحد سين ناقص سين واحد وهنا الميل تعالوا بقى نشوف هنا الاشارات كلها سالب الاول صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد طيب هنا الميل بيساوي ايه فرق الصادات على فرق السينات يبقى هتبدأ باتنين يبقى فوقه تحت تبدأ بواحد يبقى فوقه تحت ركز صاد اتنين نقص صاد واحد سين اتنين نقص سين واحد الله ده الموضوع بقى سهل جدا ده انا بدي لك اصلا للنقطتين بدي لك ايه النقطتين تعالى نشوف السؤال ده عطي لك نقطتين اهو كم و كم تلاتة و اتنين وسالب واحد و واحد طيب ما تحاول تسميهم عشان ما نغلطش فيهم صح برضو ادي سين واحد صاد واحد سين اتنين صاد اتنين جميل خالص انت شايفهم كده كويس ماشي تعالى نكتب القانون معادلة المستقيم المر بنقطتين معادلة المستقيم انت بتعمل ايه كسرين والاشارات كلها سالب كله فوق صادات عشان ما تغلطش بس من الاول وتحت سينات تعالى نشوف كده صاد والسين دول سبتين و دول نقطة بتحتي و هنا اتنين و هنا واحد يعني النقطة سين واحد و صاد واحد بيتكرر معاك مرتين في المسألة طيب عايز تحل اقول لك زي ما علمتك الاقواص والاشارات والكسر و يساوي تحت يساوي الصاد والسين سبتين ايه الجمال ده تعالى بقى نعوب صاد واحد كام اتنين سين واحد تلاتة برضو هنا استنس الله صاد اتنين بواحد سين و اتنين بسالب واحد الله يساوي تحت يساوي برضو ايه الجمال ده تتنزل زي ما هي قوعة تترحم ولا ت ها لا ينزل زي ما هوم هنا بقى بسط واحد ناقص سالب اتنين بسالب واحد سالب واحد و سالب ثلاثة سالب اربعة اشتب السالب مع السالب و عندك طريقتك الجميلة طرفين في وسطين اللي هي المقص يبقى اربعة في صاد ناقص اتنين يساوي واحد في سين ناقص ثلاثة يعني فك القوس اربعة صاد ناقص هو اتغلط اربعة في اتنين يبقى تمانية سين ناقص ثلاثة طب بنعمل ايه بعد كده بنعوض بننقل الحارة اللي ايه التانية يبقى اقول له سهم كده اود السين وود التلاتة وغير الاشارة يبقى اربعة صاد ناقص سين سالب ثلاثة لما تروح جوه يبقى مجب ثلاثة مجب ثلاثة او سالب ثمانية يبقى سالب خمس الكلام ده بيساوي صفر الله ده ايه الجمال ده يعني بتديني مسألتين برجع للقانون الاول تاني اه تخيل يعني اجيب لك نقطة وميل هو القانون الاولاني صاد ناقص صاد واحد يساوي مين في سين ناقص صين واحد ادي لك نقطتين برضو بترجع للقانون الاولاني فانت ممكن تعوض مباشر وممكن تطلع الميل الاول لوحده وبعدين تختار اي نقطة وتطبق عليها ايه القانون الاولاني طعالة نشوف ازاي نجيب الميل لما ادي لك المستقيم على احدى الصور تعالا نشوف كده لما اقول لك اتنين سين زائل تلاتة صاد ناقص خمسة يساوي صفر وسين ناقص اتنين صاد يساوي سبعة وصاد يساوي اتنين سين زائد سبعة وصاد يساوي السين ناقص خمسة دول اربع مسائل اتنين في ناحية واتنين في ناحية عايز اجيب الميل هنا الميل في الاتنين دول لما يجيلي بالطريقة دي اقول له الميل يساوي سالب الاول معامل السين على معامل الصاد ادي السالب اهو معامل السين بكام يعني ايه معامل يعني العدد اللي جوه اللي جنبه يبقى اتنين سين معاملها كام بقى السين اتنين اهو طب معامل الصاد اللي عدد اللي جنبه تلاتة خلصت تتبسط لا اهي خلاص خلصت تعالي نشوف التاني الميل يساوي سالب معامل سين يا استاذ انا مش تلاقي عدد اقول لك ما تزعلش لما ما لقيش عدد جنب الرمز يعني واحد يعني يا استاذ معامل السين بكام بواحد طب معامل الصاد بسالب اتنين هنا في اشارة سالب مع سالب يتبسطوا مع بعض يروحوا مع بعض الله يسهل عليهم اهو يبقى يطلع عندي الميل بكام بنص طيب ده النوع الاول طب النوع التاني قال لك لما بيجي لك بالطريقة دي لو لقيت الصدل وحديها انا هحط هنا اتنين عشان اقول لك الفر لما لاقي الصدل وحديها يساوي السين زاد العدد الميل مباشرة معامل سين يعني اتنين طب يا استاذ هنا انت حطت اتنين اقول لك اه عشان ما تاخد ليش معامل سين وبعدين تقول لي هو الميل انت لازم شرط انك تخلي الصدل وحديها ومال تعمل يا استاذ بقى قال لك تقسم ده كله على اتنين يبقى صاد يساوي نص سين نقص خمسة على اتنين تقدر تجيب الميل وانت هنا ايه مبسوط ومنشكح معايا اه الميل هنا بكام معامل سين بكام في الحالة دي بقى نص يبقى الميل بنص الله هل هو هجيلي في المسألة يقول لي اوجد الميل اقول لك لا ده انا هجيبها لك من ضمن الحل هجيبها لك من اين من ضمن الحلول اللي عندي من ضمن ايه المسائل يعني جوه المسألة عشان تبقى عارف انت هتحل ازاي تعالوا نشوف التمرين الجميل ده بيقول لي ايه اوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة ثلاثة وسالب اربعة حلو قوي بقى لعندي نقطة ويوازي المستقيم باق جيم حيث الباق بكذا وجيم بكذا لا تعالى يا استاذ معالش انت عاطين النقطة بتلاتة وسالب اربعة انا محتاج الميل انا محتاج الميل لكن انا مش عندي ميل هنا عندي المستقيم ده ايه مر بنقطة ويوازي المستقيم يوازي المستقيم يعني حضرتك هنا محتاج تجيب لي الميل الاول اه يبقى جيب ميل المستقيم وفي حالة التوازي باخد نفس الميل شفت المسألة ده انا كده بدأت اعلى في المسايل انا محتاج اجيب الميل بالنقطة تين معbean المستقيم بالنقطة تين اه ده اجيب فرق الصدات على فرق الصنات هو بيقول لي يوازي ولا يعامد عمودي ولا يوازي لا قال لي يوازي اخد نفس الميل طب لو قال لي عمودي اقلب وغير الاشارة اللي اتنين يعني ليهم حلول عندي مفيش عندي مشكلة تعالي نجيب الميل الاول اقول له ميل المستقيم باق جيم يساوي فرق الصدات على فرق الصنات فرق الصدات على فرق ايه الصنات جميل اوي طب فرق الصدات هنا عندي اقول له ايه يا استاذ فرق الصدات دي هي فين النقطة الاول مش تكتب النقطة اتنين وثلاثة والنقطة التانية خمسة وواحد فين الصدات يا استاذ التلاتة والواحد صح وهنا اتنين وخمسة كنتم ممكن تقول واحد نقص ثلاثة يبقى لازم تقول خمسة نقص اتنين ركز في دي يساوي تلاتة نقص واحد باتنين اتنين نقص خمسة بسالب تلاتة بما ان المستقيم المطلوب يوازي باق جيم اذا الميل يساوي الميل يعني يساوي سالب اتنين على تلاتة يبقى الميل المطلوب عندي بسالب اتنين على تلاتة والنقطة بتلاتة وسالب اربعة النقطة بكام بتلاتة وسالب اربعة في مشكلة ابدا خلاص انت عارف القانون بتاعك تفكرني بيه كده صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص صين واحد الله طب انت بتعمل ايه استاذ بتحط يساوي تحت يساوي بتنزل اشارات بتنزل اقواس الصاد والسين تعالى بقى نعود صاد واحد هنا ولا لا النقطة الاولانية او اعتغلق صاد واحد بسالب اربعة طب يا استاذ سالب في سلب على طول هخليها موجب لكذلك سين واحد بتلاتة الميل بسالب اتنين على تلاتة انت قلت يا استاذ لما يجي لك كسر استخدم الطريقة السهلة اضرب التلاتة في ايه كأنه تلفين في وسطين يبقى تلاتة فصاد زائد اربعة يساوي سالب اتنين في سين ناقص ثلاثة واضحة كده طب انا محتاج ان انا افك الاقواس تعالوا نشوف هنفك الاقواس ازاي ناخد ورقة بيقول لي ايه تلاتة فصاد ها ركز معي تلاتة فصاد يبقى تلاتة صاد زائد او هتنسى انا بنأكد عليك مرة تاني او تلاتة فاربعة باتناشر يساوي سالب اتنين في سين بسالب اتنين سين وسالب اتنين في سالب ثلاثة سالب في سالب بموجب ست خلاص تعالوا بقى احنا بنتعامل مع دي هنعمل ايه قالك هنود الحرط تانية ونغير الاشارة زي معلمناك يبقى تلاتة صاد زائد اتناشر سالب تروح الحرط تانية موجب الموجب يروح سالب طب انت بتعمل ايه بعد كده بتجمع الاعداد مع بعض يبقى تلاتة صاد زائد اتنين سين موجب اتناشر وسالب ستة يعني اتناشر ناقص ستة يبقى موجب ستة استاذ يساوي صفر يبقى المسألة خلصت طب هو كان عطيك ايه كان عطيك مر بنقطة يوازي ايه مستقيم هو نفس الكلام هنا بقى تعال نشوف كده المرة الاولانية عطتلك يوازي المستقيم يعني كان ما عطيني النقطتين فانا جبت الميل جبت ميل المستقيم فرق الصادة على فرق السنان هنا في المسألة دي عطيني المستقيم بالصورة العامة عطيني المستقيم بايه بالصورة العامة يبقى لازم اجيب الايه الميل تب الميل هيكون ايه با يبقى انا عندي النقطة تلاتة واربعة المستقيم 2 سين نقص 3 صاد زائد 1 يساوي صفر الميل يساوي سالب معامل سين على معامل الصاد سالب 2 على سالب 3 ودي الاتنين على الثلاثة يروح السالب مع السالب يبقى 2 على الثلاثة يبقى أنا عندي الميلة هو والنقطة هي معادلة المستقيم صاد نقص صاد واحد يساوي ميم في سين نقص سين واحد خلاص بقى ايه بنقول عليه قانون ملاكي خلاص عرفناه وحفظناه احط يساوي تحت يساوي الاشارات والاقواس والصاد والسين تعال نعوض الميم ب2 على 3 صاد واحد ب4 سين واحد ب3 فق الاقواس اضرب الثلاثة هنا واضرب اثنين في القوس فق يا استاذ 3 صاد ناقص 12 اثنين سين ناقص 6 هتعمل ايه بعد كده هتجمع هتجمع بقى ايه الاعداد وتود الحرط تاني يبقى 3 صاد دي تروح بالسالب دي سالب تروح بالموجب يبقى سالب 12 وموجب يبقى سالب 6 يساوي صفر تعالوا نشوف مسألة تاني لما يكون عندي ايه العمودي لما يكون ايه عمودي هنا بيقولني اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة 3 و4 وعمودي على المستقيم اللي ميله 3 على 4 ايه الكلام الجميل ده انا اعطيك النقطة هوا 3 و4 وعندي عمودي مش يوازي وعطيك ميل المستقيم اللي عندي 3 على 4 حد يقدر يجيب لي ميل العمودي اه ادي ميل العمودي بتعمل ايه استاذ قالك اول حاجة اقلب الكسر يبقى 4 على 3 غير الاشارة ده موجب يبقى سالب الله يعني هو كان يعطيني عمودي على المستقيم اللي ميله 3 على 4 بقى ميل العمودي عليه سالب 4 على 3 نعم ودي عندي النقطة طب ايه اللي باقي القانون الملاكي صاد نقص صاد واحد يساوي ميم في صين نقص صين واحد طب بتعمل ايه ها هفكرك يساوي تحت يساوي نزل الاشارات الاول والاقواس والصاد والصين تعالى نعمل ايه تاني نعوض نشيل الميم ونحط ده ولا ده يا أستاذ لا الجديد بقى ميل العمودي وشيل صاد واحد وحط اربعة وحط هنا تلات طب هتعمل يا أستاذ ما أنا خلاص عرفتك بقى اضرب تلاتة في القوس وهنا سالب اربعة في القوس يساوي تحت يساوي فك اللي الأقواس تلاتة في صاد بتلاتة صاد نقص كام ها اوقات غلط اه تلاتة في اربعة في اتناشر سالب اربعة سين تب سالب في سالب بكام بموجب اتناشر خلها بقى صفرية أستاذ يبقى تلاتة صاد زائد اربعة سين ده لما يروح هنا بالموجب يروح الحارة التانية بالسالب يبقى سالب اتناشر وسالب اتناشر سالب كام اربعة وعشرين الكلام ده بيساوي ايه بيساوي صفر جميل خالص تعالا نشوف مسألة تاني نشوف مسألة تاني بيقول لي ايه بقى عطيني مر بنقطة وعمودي على المستقيم كذا تعالا نشوف ايه دي النقطة صفر واثنين عمودي عادي رابز العمودي عشان بس اقولك انك هجيب مني العمودي المستقيم اللي عطيني تلاتة سين ناقص اربعة سات زائد واحد يساوي صفر انت هتعمل ايه لازم تجيب مني المستقيم الاولان ده سالب معامل سين على معامل صاد ضيع اشتق السالب مع السالب تاتة على اربعة يبقى ميل العمودي يساوي اقلب اربعة على تلاتة والاشارة سالب صعبة دي بقى عندك ميل عندك نقطة عندك قانون ملاكي صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص صين واحد عندك طريقة طلعتها جديد للتعويض ايوة حط يساوي هي بتسهلك الامور كلها ودي الصاد ودي السين ليه عشان انت خلاص بقت مسائل آلية تعتبر بتحلها زي اللي بيسوق العربية اول مرة بتعلم بعد كده ممكن يسوق بيد واحدة ممكن يكون بياكل بيتكلم وهو ايه ووساية نفس الكلام يا شباب صاد واحد بكام يا وستاذ باتنين سين واحد بصفر الميل بسالب اربعة على ثلاثة انت قلتنا ها المقام ده يضرب في اللي يبقى ثلاثة فصاد ناقص اتنين سالب اربعة في سين ناقص صفر يساوي فك القوس اه فك القوس ثلاثة صاد ناقص ستة سالب اربعة سين يلا هتعمل ايه هتودها للنحية التانية وهتغير الاشارة وانت ماشي في الطريق يبقى ثلاثة صاد زائد اربعة سين ناقص ستة بيساوي ايه صفر جميل خالص ده كده المسائل بقت ايه اه جميلة خالص خالص تعال نشوف انت قلتنا يا استاذ اه بتعيق تعجز من محور ايه الايه السينات مرة والصادات مرة هاخد بس السؤال ده هو بقول لي ايه تمرين تسعة اوجد معادلة المستقيم الذي يقطع محور السينات في نقطة احداثيها السيني تلاتة ويقطع محور السينات في نقطة احداثيها السادي سالب اثنين اللي هو القانونة هو سين على آلف زائد الصاد على باء يساوي واحد يساوي ايه واحد انت قلت يقطع محور السينات في نقطة احداثيها السيني تلاتة يبقى الالف هنا بتلاتة ويقطع محور الصادات في نقطة احداثيها السادي بسالب اثنين يبقى الباء بسالب اثنين عوض يا عم الحجة هو السين والصاد زي ما هي حط هنا تلاتة وهنا سالب اثنين تب انت عايز تتخلص من المقامات دي تعمل ايه قالك اضرب فيه ها المضاعف المشترك الاصغر اضرب فيه كام اضرب فيه ستة بالضرب فيه ستة اضرب دي فيه ستة ودي فيه ستة ودي فيه ستة طيق عشان ابسط ستة مع التلاتة فاتنين يبقى اثنين سين مجف سالب بسالب ستة على اثنين فاتلات يساوي كام ستة تقدر بقى تخليها لي معادلة صفرية اه المسألة خالي ست انا اقدر بقى اقولك احنا عملنا ايه النهاردة في الحلقة التانية دي ايه شفنا معادلة مستقيم يمر بنقطة وميل وبانينا عليه كل المسائل لما جالي يمر بنقطتين برضو كنت باستخدم القانون بمعلومية نقطة وميل لما كان يقولي يزود معايا بقى يقولي يوازي محور السينات كنت بقوله الميل بصفر يوازي محور الصدات اقوله الميل غير معرف يعني اغضي المقام هو اللي بصفر لما كان يقولي يوازي مستقيم تاني كنت اخد نفسي الميل بتاع المستقيم التاني كان لما يقولي عمودي على مستقيم تاني كنت اجيب الميل بتاع العمودي عليه اقلبه وغير ايه الاشارة كده عندي خلصت معادلة المستقيم جبت الصور المختلفة والى هنا تنتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته